السلام كيف العادة معكم نرجس أخصائية علم نفسه أعصاب مختصة كذلك في العلاج المعرفي السلوكي وجيتكم اليوم بموضوع طلبتوه مني في التعليقات وعلى جدار الفيسبوك على الجروب الخاصة بسيكاست الاستشارات النفسية الموضوع اللي طلبتوه مني هو الشيزوفرينيا الفصام أو انفصام الشخصية وش هو الفصام؟ الفصام هو اضطراب عقلي حاد كيف نقوله اضطراب عقلي كما سبق وشرحت في بودكاستات وفيديوهات سابقة كل ما هو اضطراب عقلي يكون تركيبة أو البنية تاع الشخصية ذهاني يعني كيف نقوله الذهان يعني النمو النفسي أو النمو النفس العاطفي على حسب نظرية التحليل النفسي اللي سبق وشرحتها كذلك في الفيديوهات وفي البودكاستات وفي اللي لايف النمو النفس عاطفي هنا تاع الإنسان المصاب بهذا الاضطراب العقلي الحاد اللي هو الفصام تم تطبيط بمعنى توقف في مرحلة مبكرة جداً نقاه ما وصلش حتى للمرحلة التانية من مراحل النمو النفسي على حسب نظرية التحليل النفسي تاع سيجموند فرود نغلق القوس للأسف الفصامة يمس أكثر من 23 مليون شخص في العالم ينكار هادو غير الناس اللي تم إحصائهم يعني ما حالات ما تمش تشخيصها ورا هي تصول وتجول في الطبيعة وبكل حرية وساعة لساعة نسمعوا هادوك الأخبار اللي فلان قطع رأس فلان بسيف فلان قتل تعدى أمه وقتلها وم بعد حرقها فلان قتل زوجة تاعه وبعد قتل ثلاثة من أبناءه وورمى بنته صغيرة وحرق الدار فلان قتل الاضطراب هذا العقلي الحاد لازمت له مختص في الأمراض العقلية لازمت له الطبيب نفسي الطبيب العقلي ولازمت له علاج بالأدوية يعني وتشخصت تشخصت غلط وإذا تشخصت بصفة صحيحة حاجة ما تضمن أنه يكون هناك ملتابعة طبية وهذا مهما كان البلد ده نقول ونعاود مهما كان البلد أو القارة اللي المصاب متواجد فيها هادو حالات نشوفوهم نشوفوهم كل يوم يعني إذا حاجة ما تضمن إذا هادو الإنسان عندو متابعة جدية أو عندو دوا يشربوه أو يشربوه مرة على مرة أو ميشربوش خلاص من بين الأسباب هادو الإضراب العقلي أسباب جينية أسباب وراثية أسباب نفسية أسباب اجتماعية وللأسف للأسف بخصوى اللي تيران اللي ديجا بريالابلمان بريباري ستادير يعني ديجا كين كل ما هو جيني وراثي وزيد الإنسان يعني يزيد عليهم تناولوا الممنوعات اللي رايح يزيد من الحالاته الفصام يتصف بوحدة تشوه في التفكير تشوه في رؤية الشخص المصاب للأشياء تشوه في وجهات نظره في عواطفه في أحاسيسه في تصرفاته الشخص المصاب بالفصام سيخطوه للنوع ديزورجانيزي الغير منتظم كيف يحكي ما تقدرش تتبعه خلاص يعني تلما يسود كوكالان تلما يعني يدخل في والمواضيع ما عندهم حتى علاقة وما عندهمش علاقة ما همش مربوطين بالواقع خاصة خاصة ما همش مربوطين بالواقع أو بالحقيقة دونك تشوه هدا يمس الأحاسيس والعواطف والتصرفات تعل الإنسان ويكون هناك فيه خلط بهلاوس سمعية بصارية فهلاوس على مجال الأحاسيس تعله يعني إنسان يقول لك سمعت يحكوا معي جاني ميساج من الناس من عالم آخر واحد قال لي لازم تنوت تحرق الدار هادي شميت ريحة مش مليحة هربت نجري وخرجت الناس جاني سمعت حاجات أو شفت شفت باللي الإنسان رايح يتعدى علي دونك قمت حاجة لا علاقة لها مع الواقع قمت دافعت على نفسي وقتلته رحت قتلك الأشخاص كامل اللي كانوا بحداي لأنهم كانوا يتآمروا علي يعني أهلا حسب النوع انت على الفصام الفصام فيها أنواع وأنواع كان الفصام الغير منظم قلنا كان البرانويدي كان يقول لك أنا هو المهدي المنتظر ودياما سمعوهم فلاتيلي بكثرة نهار على نهار يطلع يخرج إنا واحد جديد دهر هو المهدي المنتظر واحد يقول لك أنا جيزي أنا عيسى نزلت قبل الوقت أنا رسول فكل مرة يعني يقدروا تشوفوهم يعني سمعتوا دجا عليهم أو صادفتوهم من قبل حالات كما هكا كان الفصام الكاتاتوني يعني يكون أنسان سلبي في أقواله في أفعاله يكون حتى عنده تصلب في الأراء وتاني عنده واحدة تصلب في الجسد ويقدر يقعد دانزين بوزيسيون وين ما يحشي يتحرك المدة ساعات أو يقدر حتى المدة أيام يقعد هكاكا نحب نأكد على واحدة نقطة هنا في الانفصام الكاتاتوني جاسبغني نترجم الكلمة هذه صحيحة يقدر يكون هناك إيكولاليا يعني يعود لديسكوخ تعلوت يعود الكلمات من بعد الإنسان يعود الحديث من بعد الإنسان جسد من بعده يقدر يكون عنده حركات تكرارية كم دي استيريوتيبي ويكون يكون عنده تانية سيختان موتيسم يعني يتوقف عن الكلام هو لأنه الآخرين تلما هو سلبي في أقوال وفي آراء وعنده تصلب في الآراء ما يكونوش متفقين معاهم ما يكونوش متفق معاهم دونك يحبس على الكلام وهذا وللأسف للأسف 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 الشديد كان بعض البخوفيسيونالي ماهمش بينفرمي يخلطوا بين هاد النوع من الفصام ويخلطوهم على التوحد وهذا والثنين لا علاقة لهم مع بعض يعني نلقى الدهان تاني في الفصام وهذا شيء ما نلقى في التوحد نلقى تاني واحد الشكوك تفوق لحد الطبيعي يعني شكوك مرضية في الفصام نلقى حكايات غير واقعية يعني عدم اتصال مع أرض الواقع يكون مصاب بها الشخص الفصامي حاجة أخرى نلقى تاني لطبيعي الإكتف لي هدا يؤدي بنا الموضوع واحد أخر تعالى بيبولاغيتي في اضطراب تنائي القطب لي نحكيوا عليه مرة أخرى هاد هاد اللي سامتهم الأعراض هادو يكونوا عند الشخص المصاب على الأقل على الأقل مدة ستة أشهر باش نشخصوا الحالة هادي وتو شخص من طرف طبيب عقلي العلاج قلنا لازم الأدوية لازم مختص في الأمراض العقلية حاجة أخرى بين قوسين على حسب تجربتي المتواضعة في المصحة العقلية اللي خدمت فيها من قبل أغلب المصابين بالفصام كما نقولوا الهيستيريات مص السنساء والفصام يمص الرجال الحالة أو نظفة تعالفم وتعالأسنان تخبرنا على الحالة النفسية والعقلية تعالإنسان شخصوا كانت معاكم نرجس من بسيكاس تلاتة ستة تسعة سلام